عليكم مني السلام قبل اي كلام مهما كان هام رحل اليوم 12 شهر جوش الفين تلاتة وعشرين واحد صديق تصل بيا راه جاي عندي قل لي نجي نشوفك رديز منه قل لي ندوز نشوف قل له مرحبا وملي سمعت الزوجة بنا ديجي عندي صاحبي الزوجة حفظها الله واسأل الله لها الفردوس الانا سألو الله ان يغفر ذنوبها ما تقدم من ذنبها وما تأخره سألو الله ان يرضى عنها قلت لي انه ندل القتل هلا قلت لي لو لا تندلو شي حاجة اقول لي شو ما صاحبك قد يجي عندك ايو دارت نعم بباركة هذه الله يدلها شاء الله الخير والرضاء والربح ماضلينة وماضلينة يعني غين فصل ماضلينة وقيلة زوقتها شوية بالردلتين وهكذا كما يقولوا حركة وصافية حركة كما يقولوا الجستي 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 كونت حركة يعني الانسام اللي جاند كضرور يخصي تكرمو خصوصا احنا المغاربة معروفة بالكارم كارم ما بعده كارم وتحياتي للجميع والله يحفظ الجميع ويرضع على الجميع ويحفظ جميع الزوجات بلا استثناء جميع الأمهات الله مرضى عن جميع الأمهات وحفظهم يا رب العالمين تحياتي لكم اخوتي تحياتي لكم كما اشتو واحد صاحبي رجاي عندي دي استريق مننا قرينا نفوت نسلم عليك نارت الزوجة قلت لنظر له شي حاجة ضروري درت لي ذلك الشي اللي اشتو الله يبارك فيها واجه عني كل خير صبر عليها وصبر عليها وصبر عليها وصبر عليها وصبر عليها وصبر عليها وصبر علي شرفي فالزوجة تجي في سينديا البنتي حفظها الله ورعاها وتهياتي لكل زوجة تهياتي لكل زوجة تهياتي لكل زوجة تهياتي وتقدير وتعظيم وإجبار لكل زوجة تحترم زوجها وكذا ابوة نقول لكم بعد الحديث يقول لك بأن المرأة إذا أطاعت زوجها وحفظت فرجها وصلت خمسها قيل لها يوم القيامة أبواب الثمانية أبواب الجنة الثمانية أماما كيف أدخلي من أيهما شئتي حديث فالمرأة سهلة تدخل للجنة تطيع راجلها وتصلي صلاة ديالها وتحافظ على الشرف ديالها رعاها في الجنة تردد الأشياء سهلين إذا حافظت على الشرف ديالها في الصالح ديالها تتحس بالذات وتحس بالشخصية ديالها قوية وتحس بالمعنوية ديالها وتحس بأنها عندها وجود وعندها كرامة يعني في الصالح ديالها وتبقى نقيا وتجنب الأمراض إلى طعة زوج ديالها تحافظ على الأسرة ديالها في الصالح ديالها وإلى صلة صلاة ديالها فصل رياضة أبدال ودواء للنفوس في مصلحة ديالها تلفت الأشياء في مصلحة ديالها وبالإضافة تدخل الجنة وما أدرك ما الجنة حيث لا موت فيها ولا مرض ولا أحزان ولا محزان والركس الموصة بك تأكل وتشرب وتمتع تصورونا المرادات اللي غيرت أشياء هذا لصاحبي كيف حال فرحت؟ تصور الله سبحانه وتعالى بقدر جلاله ما يخلك في الجنة لا طيب ولا تسيق ولا تغسل الموعن لا تغسل الموعن ولا طيب ولا سيق كل شيء موجود كونوا صافي تصوروا النعمة أي؟ وبالإضافة أن الخلود وبالإضافة أن هناك الخلود والشباب الدائم يعني الله سبحانه وتعالى يبعثنا على قامة آدم عليه السلام وعلى جمل سيدنا يوسف عليه السلام وفي السن سيدنا عيسى عليه السلام وعلى أخلاق وخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا الصلاة والسلام فهنيئا لأصحاب الجنة فلذلك الله سبحانه وتعالى أجمع كل شيء يختصر كل شيء فذلك يجري أمور الدنيا وكيجري أمور القصور بحال رقم عارفين هم أخنش وأمثاله لمستبي الدين لا مبالاة المهمة خصوه هو يبني حياته وحياته لده فالله سبحانه وتعالى الخصص في كل شيء في آية واحدة قال لك ومن زحزح عن النار فقد فاز الفوز عرف الله بأنك لا تدخل النار ومن زحزح عن النار فقد فاز ليس من بنى قصور وليس من امتلك سيارات وليس من له أربع زوجات وليس من زحزح عن النار فقد فاز إذن الفائز الحقيقي هو ذلك اللي يصل للفجر وذلك المتواضع وذلك اللي يتعامل مع الناس بحسن خلق هذا هو الفائز حقيقي ليس الفائز اللي عنده الأموال ولذلك الفنان ولذلك لاعب الكورة فولان ولذلك السيمي سي ورنال دول اللي يعبدهم الناس ولا يقسين بالله لا يسون عندي مرحاض وتهيتي الجميع وتهيتي والله يحفظ الجميع والله يحفظكم كاملين والسلام ورحمة وبركاته بصلا الله أن أكون قد قد أفدت في هذا الفيديو بمعنى أتمنى أنك أعطت شيء فائداً اللي قد يستفدم منها الناس حتى أجر يوم القيامة بحسنة فالحسنة ترفض أمك تعطيها إياك ليوم القيامة لا تقدر بثامن تحديث